يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بص يا سيدي لو انت مشجع للنادي الاهلي لو انت من محب النادي الاهلي لو انت عاشق للنادي الاهلي فيبختك وهناك بهذا الموسم العظيم في تاريخ النادي الاهلي موسم عظيم من مواسم كثيرة عظيمة في تاريخ النادي الاهلي السنة دي الموسم ده الاهلي عمل كل شيء كاللغدر واليابس عمل كل حاجة ممكنة حق كل الارقام الممكنة عمل كل الانجازات الممكنة وحصد كل البطولات الممكنة اليوم هو بطلا رسميا للدور المصري موسم 2022 2023 قبل خمس مباريات من انتهاء مباريات النادي الاهلي في الدوري الممتاز اكتساح لكل شيء الاهلي افريقيا ومحليا رقم واحد موسم يحسب لكل من هو منتمي للنادي الاهلي بالتأكيد يحسب لمجلس ادارة النادي الاهلي يحسب للجهاز الفني للنادي الاهلي يتكلم عنه كتير تحديدا مارسل كولر يحسب للاعب النادي الاهلي اللي عملوا موسم رائع جدا هجوميا ودفاعيا افريقيا ومحليا في كل المباريات النادي الاهلي كان رائعا هذا الموسم النهاردة تكليل لنجاح النادي الاهلي في موسم استثنائي موسم كان فيه مارسل كولر هو البطل الاول الرجل الذي حقق رقم اول في تاريخ الكرة المصرية وهو حصد كل البطولات الممكنة التي شارك فيها في موسمه الاول عملها منو الجزيه ولكن في موسمه التاني اليوم مارسل كولر عمل كل شيء عمل اداء رائع عمل اداء كبير مع النادي الاهلي تحية له تحية لمن اختاره تحية لمن دعمه تحية انه تعامل مع ظروف كانت صعبة جدا مع نهاية الموسم الماضي تعامل معها بشكل رائع في الموسم الحالي